رعت وزيرة التنمية الاجتماعية بسم إسحاقات إطلاق مبادرة مول السيدات الإلكتروني والبازار الذي أقيم بالتعاون والتنصيق مع جمعية الشهيد الطيار يزن عرنكي في عمان بحيث تهدف المبادرة إلى توفير منصة إلكترونية لأكثر من ألفين سيدة من صاحبات الأعمال الصغيرة والمشاريع المنزلية من مختلف مناطق الأردن ليستطيعنا من خلالها بيع منتجاتهم عن طريق الإنترنت والوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين والدخول إلى أسواق جديدة وثمنت رعية الحفل جهود القائمين على المبادرة ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبينة أهمية توحيد معايير المنتجات ضمن جودة عالية واجتمل المول على مشغولات يدوية ومطرزات وأزياء تراثية وأجتال ونباتات عطرية وأوان منزلية وأكسسوارات وبدورها قالت رئيسة الجمعية إلهام الزيادات إن هذا البازار جاء نتيجة الحاجة الملحة للسيدات المنتجات لتسويق أعمالهن ومنتجاتهن على أوسع نطاق الآن إحنا من خلال جمعية الشهيد طيار ياسن عرانكي دربنا مجموعة من الساد حوالي 3000 سيدة بمختلف أنحاء الأردن ولقنا أنه في حلقة مفقودة وهذه الجمعية مدعومة بالكامل من شركة اسمها شركة بلوم لمنتجات البحر الميت الآن هذه الجمعية لما دربت 3000 سيدة لقنا أنه فيه فجوة كبيرة بتسويق وستات بحاجة يرفعوا دخلهم كمان فعملنا فكرة أنه نسوي مول إلكتروني للسيدات اللي بيعون منتجاتهم بشكل دائم تصديري ومحلي فهلا حاليا بلشنا بنواة حوالي 150 سيدة رح ننتقل لمسجلات معنا حوالي 2000 سيدة رح ننتقل كل سنة ونزود ونطلب مننا مؤخرة أن يكون في دول من بره زي الإمارات زي الكويت تونس فلسطين تركيا أنهم يكونوا أعضاء بهذا المول فقلنا لهم إن شاء الله بس نبدأ هون نركز أمورنا صح رح نبلش نأخذ عضويات من بره الأردن إن شاء الله ويعني طبعا كلها أعمال زي ما تحكي كثير مهمة وفيها رسالة بنقولها للناس إحنا إنه باستمرار لما الواحد ينجح لازم يعطي لغيره